الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموله وبعض أهلا بكم أيها الأحباء في مادة اللغة العربية اثنين ونحن الآن في باب الاستثناء وقبل أن أأتي بالتفصيل في هذا الباب أريد أن أنبه على أننا سنركز أكثر على إحدى أدات الاستثناء وهو إلا وباقي الأدوات سنمر عليها مرورا سريعا أكرر أننا في باب الاستثناء سنركز على إلا أكثر من غيرها من الأدوات والآن نأتي إلى البيت ثلاثمائة وستة عشر وثلاثمائة وسبعة عشر قال الناظم مستثنة الأل إلا مع تمام ينتصب وبعد نف أو كنف انتخب إتباع ما اتصل وانصب من قطع وأن تميم فيه إبدال وقع ثم قال الشارح أن الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا في حكم قبلها حقيقة أو تقديرا أو بإمكاننا كذلك أن نقول هو إخراج الشيء بإلا أو إحدى أخواتها مما كان داخلا في الحكم السابق لها أو إمكاننا كذلك أن نقول اسم يذكر بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها في الحكم هذه هي تقريبا ثلاثة تعريفات كل بعضها يدخل في بعض إما أن نقول أنه هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا في الحكم ما قبلها حقيقة أو تقديرا ونقول إخراج الشيء بإلا أو إحدى أخواتها مما كان داخلا في الحكم السابق لها أو نذكر كذلك تعريفا آخر اسم يذكر بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها في الحكم فمثلا قرأت الكتاب إلا صفحة قرأت الكتاب إلا صفحة فكلمة صفحة أخرجت بواسطة إلا وقد كانت داخلا في حكم ما قبلها وهو قرأت وهذا دخول حقيقي لأن الصفحة بأذ الكتاب وهذا الاستثناء استثناء المتصل سنأتي إن شاء الله من أقسم الاستثناء وهو الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع كذلك نحو جاء القوم إلا سيارة ما بعد إلا أخرج عن حكم ما قبلها وهو المجيء ولولاها لكان داخلا وهذا دخول تقديري لأن السيارة ليست من جنس القوم هذا الاستثناء المنقطع فمثال قرأت الكتاب إلا صفحة فصفحة الآن أسبحا أخرجنا عن الحكم الذي قبله وهو قرأت أننا لم نأتي بإلا فكأننا لما قرأنا قرأت الكتاب كأننا نقرأ أو قرأت الكتاب كله هذا هو الحكم الأول لكن بعد إلا هذا أخرج من الحكم الذي قبله فإلا صفحة معنه قرأت الكتاب إلا صفحة أي قرأت الكتاب معدى صفحة فهذه الكلمة خرج من الحكم الذي قبله كذلك في نحو قول جاء الكوم إلا سيارة فجاء الكوم إلا سيارة فكلمة سيارة هنا أخرج بأداد إلا من الحكم الذي قبله وهو القوم فهنا سيارة تقديريا يدخل في هذا الباب لأنه ماذا؟ لا يسا من جنسي الكوم بخلاف صفح هنا في الأول صفح يكون من جنسي الكتاب وللإستثناء ثمان أدوات في أربعة أقسام نقول نكرر والإستثناء ثمان أدوات في أربعة أقسام حرف وهو إلا ثم اسم وهو غير وسواء فعل وهو ليس ولا يكون والرابع متردد بين الفعلية والحرفية وهو خلا على حاشة وحرفية حاشة أكثر بنسبة لأدوات الإستثناء فهي ثمانيات أدوات أدات هي حرف وادوات هما اسم أو اسمان وادوات هما في الأن وثلاث أدوات متردد بين هيا قد يكون اسمان وقد يكون في الأن فحرف وهو إلا وهو الذي سنركس عليه أكثر وهو حرف إلا ثم غير وسواء ثم ليس ولا يكون ثم خلا عادة وحاشة هذه هي ثمانية أدوات الإستثناء كذلك بالنسبة لأركان أو أناصر الإستثناء وسلوب الإستثناء يتعلّف من مستثناء وهو الإسم الواكئ بعد أداة الإستثناء الاسم الذي وقع بعد أداة الإستثناء وهو مسمى بمستثناء ومستثناء منه وهو الإسم الواكئ قبل أداة الاستثناء ويشتمل في المعنى للمستثناء منه وأداة الاستثناء إذن عندنا ثلاثة أركان الاستثناء أولا هو مستثناء ثم مستثناء منه ثم الأداة الاستثناء أما حكم المستثناء بإلا فإنه يجب نسبه على الاستثناء في الأغلب بشارتين الآن يأتي دور إلا وهو الذي سنركس عليه أكثر لأن من أكثر مبحث في باب الاستثناء يأتي على مبحث إلا والآن نحن سنركس على إلا أكثر من بائر بالنسبه لإلا فإنه يجب نشبه على كونه استثناء بشارتينه الأول أن يكون الكلام تامن أن يكون الكلام تامن والكلام تامن معنه ما كان المستثناء منه مذكورا وهو نوع من أنواع الاستثناء هو الاستثناء التام وهو ما يذكر فيه المستثناء منه ثم ثانيا أن يكون الكلام موجابا وهو نوع آخر من الاستثناء وهو الاستثناء الموجاب وهو ما كان خاليا من النفي وشبه ما لم يذكر فيه ما لم يسبقه نفي أو نهي هذا يسمى بمستثناء الموجاب ثم قال الشار هو لا فرق في ذلك بين المتصل والمنقط كما في المثالين السابقين ثم هنا كذلك نوع آخران من الاستثناء وهو الاستثناء المتصل والاستثناء المنقط أما الاستثناء المتصل هو ما كان المستثناء ماذا؟ ما كان المستثناء من جنسي المستثناء منه هذا هو المتصل كما مرمعنا من الأمثلة قرأت الكتاب إلا صفحة فمستثنى هنا من جنسي المستثنى منه فصفحة من جنسي الكتاب أمل المستثنى المنقطع وهو ما كان المستثنى غير من جنسي المستثنى منه نكرر المستثنى المنقطع هو ما كان المستثنى لم يكن من جنس مستثنى منه هو كما مثالنا في المثال جاء القوم إلا سيارة فهذا معنى مستثنى المنقطع كما أنه لا فرق بين أن يكون المستثنى متأخرا كما مثل أو متقدم نحو حضره إلا عليا الأستقاء وأن كذلك يأتي مسألة أخرى هو تقدم المستثنى على مستثنى منه تقدم المستثنى على مستثنى منه وسيأتي الكلام إن شاء الله في حينه قَالَ أَشْيَارِهُ فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ غَيْرُ تَامٍ فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ غَيْرُ تَامٍ هذا يتطرق إلى نوع آخر من المستثنى وهو الْإِسْتِثنى غَيْرَ التَّامِ وهو ما حُذِفَ مِنْ جُمْلَتِهِ المستثنى منه فسيأتي حكمه إن شاء الله إذن من خلال هذه العجالة الآن عندنا من أقسم أو من أنواع الإستثنى وهو الإستثنى التَّام ثم الإستثنى الموجب ثم الإستثنى غير التَّام وهو كذلك يُسَمَا بالإستثنى النَّاقِس وكذلك الإستثنى غير الموجب أو نقول الإستثنى المنفي كذلك هناك ما يُسمى به الإستثنى المفرق وسيأتي كذلك بحثه بالتفصيل لاحق من شاء الله كذلك من أنواع الإستثنى هناك الإستثنى المتصل والإستثنى المنقطئ قَالَ أَشَّارِهُ وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ تَامًا غَيْرَ مُوجَبٍ وَهُوَ مَا يَكَانَ فِيهِ النَّفْيُ وَشِبْهِ فَلَا يَحْلُومِنْ حَالَيْنِي إِذَا نَحْنُ نَكُلْ كَمَا كُلْنَا أنَّ حُكْمَ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا فِي حَالَتْ إِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَاءُ تَامًا وَمُوجَبًا إِذَا كَانَ الْإِسْتِثْنَاءُ تَامًا وَمُوجَبًا فَإِنَّهُ فِي هَذِي الْحَالَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَاءُ مَنْسُوبًا نَحْنَكُلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا فَالنَّسْبُ فِي الْإِسْتِثْنَاءُ يَتَعَلَّكُ يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِ الْكَلَامِ تَامًا وَمُوجَبًا قرآن تَفْسِلُ ذَلِكُ وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ تَامًا غَيْرُ مُوشَبًا الآن الإِسْتِثْنَاء تَامًا لَكِنَّهُ مَنْفِي إِسْتِثْنَاء تَامًا لَكِنَّهُ غَيْرُ مُّجَبْأِي نَاكُلْ مَنْفِي فَالَيَخْلُوا مِنْ حَالَيٍ الأولَ أَنْ يَكُونَ الْإِسْتِثْنَاءُ مُتَّسِلًا وَهُوَ مَا يَكَنَ فِيهِ الْمُسْتَثْنَى بَعْضًا مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ايه من جنس المستثنى مِنْهُ نَحْوُ مَا حَضَرَ الطُّلَّابُ إِلَّا عَلِيًّا فَيَجُوزُ فِيهِ وَجْهَان الأول النسب على الإستثناء الثاني إعرابه بإعراب المستثناء مِنْهُ تقول لا تُعْجِبُنِي الْكُتُبُ إِلَّا النَّافِئُ بِنَسْبِ النَّافِئِ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءُ رَفْهُ عَلَى أَنَّهُ بَدَلْ مِنَ الْكُتُبُ إِذَا كَانَ الْكَلَامَ الْإِسْتِثْنَاءُ تَامًا لَكِنْ مَنْفِي فَإِنَّا فِذَلِكَ إِمَّا أَنْ نُعْرِبَهُ عَلَى مَنْسُوبًا عَلَى قَوْنِي الْإِسْتِثْنَاءُ نُعْرِبُهُ مِسْلَعِ عَلَى بِالْمُسْتَثْنَاءُ وَيُعْرَبِّ أَنَّهُ بَدَلْ فَنَا قُلْ لَا تُعْجِبُنِي الْكُتُبُ إِلَّا النَّافِئُ اَوْ النَّافِئُ فَهُنَا لَا سُوبِكَ بِمَاذَا سُوبِكَ بِي حَرْفُ نَافِين فَهُنَا مَنَاهُ غَيْرُ مُجَبُهَ هَذَا مَنْفِي لَكِنَّهُ ذِكْرَهُونَ مُسْتَθْنَاءُ ذِكْرَهُونَ مَاذَا مُسْتَثْنَاءُ مِنْهُ وَهُوَ مَا يُسَمَّ بِهَ الدَّامُ فَنَا نَا قُلْ الألَستِثْنَاء الدَّامُ هو الَّذِي ذِكرَفِيهِ الْمُسْتَثْنَاءُ الْأَلْمَسَ الْيَسْتِثْنَاءُ الْنَّاكِسُ وَهُوَا مَا يَسُوبِكَ فهنا المستثنى منه موجود واداد الستثنى موجود ومستثنى أيضا موجود لكنه سبقا بنافين فهنا استثنى تم غير موجب أو هنا استثنى تم ناكس في هذه الحالة يجوز أمرون إما نصف على المستثنى أو عرف على المستثنى على قونه بدل من المستثنى منه الحالة الثانية هذا إذا كان المستثنى متسلان يعني هنا إذا كان المستثنى تمان ومنفين ومتسلان جاز فيه أمرون أن يكون المستثنى إما منصوبا إما مرفوعا والآن نأتي إلى الحالة الثانية نقول ما حضر الضيوف إلا سيارة ما حضر الضيوف إلا سيارة فهنا ما نفي والذيوف مستثنى منه وإلا أداد الستثنى وسيارة مستثنى منه فهنا تام لأن أركان الستثنى موجود بالكامل ثم منفين لكونه مسبوكون بنافين ومنقطع لكون المستثنى وهو سيارة ليس من جنسي مستثنى من وهو الثيوف ففي مثل هذه الحالة عند جمهور العرب يتعين نسب أو مستثنى لابد أو أن يكون منصوبا إذا نمو نقرر بنسبة للإستثنى أنه إذا كان الإستثنى تاما وموجبا ففي هذه الحالة يجب أن يكون مستثنى منه منصوبا حضرت اللاب إلا زيدان حضرت اللاب إلا زيدان فهنا زيدان يجب أن يكون منصوبا لأنه ماذا؟ لأنه استثنى تامن وموجب لكن إذا كان الإستثنى تامن لكنه غير موجب تام غير موجب مقرر إذا كان الإستثنى تامن منفين متسلن ثم نأتي إلى البيت الذي بعده وغير نسب سابك في النفي قد يأتي ولكن نسبه اختر إن ورد فهنا الآن يأتي مسألة تقدم المستثنى على المستثنى منه إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب فإن كان موجبا وجب نسب المستثنى كما تقدم تقول خضر إلا عليا الضيوف وإن كان غير موجبا فالمختار نسبه نحو ما خضر إلا عليا الضيوف ما خضر إلا عليا الضيوف إذن في هذه المسألة يعني أمر بسيط إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإنه إما أن يكون موجبا أو غير موجب إن كان موجب فيجب نسبه وإن كان غير موجب فالمختار نسبه إذن في كل الأمرين إما أن يكون موجبا أو غير موجب فالأمر فيه نسبه مستثنى منه يعني في مسألة تقدم المستثنى على المستثنى منه فيكون المستثنى منسوبا سواء كان الإستثنى موجبا أو غير موجب نقول حضر إلا عليا الضيوف فهنا خلال موجب حضر إلا عليا الضيوف فهضر هنا جملة إلا عليا هنا عليا نستثنى والذيوف هنا مستثنى منه الآن تقدم مستثنى على مستثنى منه فهنا يجب أن يكون مستثنى منه منسوبا لأن الكلام موجب أما في مسر ما حاضر إلا عليا الضيوف فهنا الضيوف مستثنى منه وعليا مستثنى فهنا كذلك المختار نسب المستثنى إذن في كلا الحالين موجب أو غير موجب إذا تقدم مستثنى على المستثنى منه فيتعين كونه منسوبا ثم نأتي إلى البيت الذي بعده وهو الإستثنى المفرق نحن في البداية أشرنا إلى نوع ما يسمى بالإستثنى المفرق عندنا إستثنى التام وعندنا إستثنى الموجب وعندنا إستثنى غير تام أو نعكيس أو كذلك عندنا إستثنى منفي أو غير موجب ثم الآن كذلك عندنا إستثنى المفرق تقدم الكلام على حكم المستثنى إذا كان المستثنى منه موجودا وهو الإستثنى التام وذكرهنا الإستثنى غير التام وهو الإستثنى المفرق إذن الآن إذا كذف المستثنى منه من الكلام وباقي أدات الإستثنى والمستثنى فهنا يسمى بالإستثنى غير التام أو الإستثنى المفرق وتعرفه هو ما حذف من جمنته المستثنى منه إذن الإستثنى المفرق وما حذف المستثنى منه من الكلام شرطه أن يكون الكلام غير موجب بأن يسبق بنفي أو نحي نحو لا يسدي النصيحة إلا المخلصون لا يسدي النصيحة إلا المخلصون فهنا شرطه أن يكون غير موجب إذن أكرر الإستثنى المفرق هو الإستثنى غير التام أو غير الموجب أو بعبارة أخرى هو الإستثنى الناكس المنفي أكرر هو الإستثنى الناكس المنفي وهو ما يسمى بالاستثناء المفرق وهو ما هذف من جمعته المستثناء منه لا يستي النسيحة إلا المخلصون وما صاحبت إلى الأخيار لا تصلح الشعوب إلا بالدين حقه أن يقرب ما بعد إلا على حسب العوامل قبلها فهنا في كون الاستثناء المفرق فيقرب المستثناء حسب موقعه في الإعراء نقرر حسب موقعه في الإعراء فهنا لا يستي النسيحة إلا المخلصون فالمستثناء هنا مرفوع لأنه فاعل وما صاحبت إلى الأخيار فهنا مستثنى منه منصوب لأنه مفعول به كذلك هنا لا تصلح الشعوب إلا بالدين فهنا المستثنى مجرور لأنه سبق بحرف الجر فهذا هو ما نقوله أن المستثنى في الاستثناء المفرق يقرب حسب موقعه في الإعراء وكذلك تقرب إلا ملغة لا عملا فهنا إلا كأنه لا تعمل إلا هنا لا تعمل في موجوده كأدمه يقرب حسب موقعه في الاستثناء المفرق أو لأنه عطل هذا ما يتعلق بالمستثنى المفرق أو الاستثناء المفرق ثم الآن نأتي إلى الأدوات غير إلا الأدوات غير إلا وهو ثمانية وسنشير إشارة سريعة لأن هذا لا يهمنا وهو سوى وغيرها من الأدوات ثمانية دعوات وهو إلا غير سيوى ليسى لا يكون أدى ولا حاشا إلا يعني بحثنا واتطوالنا الأول أو الكلام في ذلك والآن غير وسيوى غير وسيوى أما بنسبة غير وسيوى فإنه يتعين نصبه نحو نقول غير وسيوى قَالَ أَنَّذِمُوا وَاسْتَثْنِي مَجْرُورًا بِغَيْرٍ مُعْرَبَةً بِمَا لِلْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا نُصِبَةً هذا هو القسم الثاني من أدوات الاستثناء وهو ما كان اسما وهو غير وسيوى فأما غير فمأنه إفادة المغيراء للدلالة على المخالفة وفيها بحثان بنسبة غير فيها بحثان يعني بحث في المستثنى بعدها وكمو الجار بها للإضافة في ربي غير وحكمو أنها تُعرَب بما كان يُعرَب به المستثنى بعدها إلا فتقول حضرت ديوف غير خالد كأننا نقول حضرت ديوف إلا خالد يعني ما بعد أدات غير يكون مجرورًا يعني للإضافة وغير يُعرَب كأنه ما بعد مستثنى بإلا نقول حضرت ديوف إلا خالدًا حضرت ديوف غير خالدًا وفي مثابة حضرت ديوف إلا خالدًا إلا خالدًا بنسب خالدًا وتقول ما حضرت ديوف غير خالدًا أو غير خالدًا أو غير خالدًا بالإتباء والنسب وتقول ما حضرت غير خالدًا برفق غير وجوبًا لأنه استثناء مفرغ وتقول ما حضرت ديوف غير سيارة بنسب خالدًا وفي مثابة حضرت ديوف وفي مثابة حضرت ديوف غير خالدًا أو غير خالدًا فإذا كان الإستثناء مفرغ نقول ما حضرت غير خالدًا فإذا كان الكلام طام من في منقطع فنقول ما حضرت ديوف غير سيارة ثم نأتي الآن إلى سيوى يكثر استعمال سيوى في باب الإستثناء وهي إما أنكُل سيوى أو سوى أو سوى أو سوى أو سوى ومستثنى بأكل مستثنى بغير في وجوب جره لإذفتها إلهي نحو كتابت الواجبا سيوى صفحتيني ما ينفع الانسانا سيوى عمله الصالح إذن ما يهمنا فإذا كان الإعرابهما إما مرفوعا أو منسوبا وإذا كان مفرغا فيكون مرفوعا فإذا كان تاما منفيا منقطعا فيكون إعرابهما منسوبا هذا هو ما يهمنا في باب الإستثناء ونكتفي بهذا القدر في باب الإستثناء ونستعفكم من جميع التقصيرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة